نفتتح قراءتنا في عنوين أبرز اليوميات الصادرات اليوم ببلدان أوروبا الغربية من بريطانيا حيث أبرزت صحيفة The Daily Mail التزام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتوفير 200 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 يومياً في المملكة المتحدة بحلول نهاية الأسبوع المقبل وكتبت اليومية أن جونسون أكد في ندوة صحفية أن نحو ألف مركز تلقيح للرعاية الأولية سيتم استغلالها في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية الأسبوع مشيراً إلى أن اللقاحات ستكون متاحة للمقيمين على بعد 16 كم من منازلهم ونقرأ على يومية الموندو الإسبانية في مقال تحت عنوان مليون إصابة في موجة ثالثة تزداد تمدداً بلا حدود أن البلاد تجاوزت أمسين الخميس عتبت مليوني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء صحيفة الموندو الفرنسية كتبت في فتاحية بعنوان ترامب يتسبب في فوضى بواشنطن وبايدن تدعمه الأغلبية الفائزة في مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة والعالم عاشت تحت وقع الصدمة بفعل مشاهد الشغب التي شهدتها واشنطن بعد اقتحام أنصار دونالد ترامب أول أمس الأربعاء لمبنى الكابيتول وحسب الصحيفة بعد تشجيع المتظاهرين على التوجه نحو الكابيتول اعترف دونالد ترامب أخيراً بأن فترة ولايته قد انتهت ووعد بانتقال منظم للسلطة